ان شاء الله تكونوا أبسطين ومرتحين معكم نونست من قناة On Star شباب التحدي الأسبوع السادس للسيزن الثاني تحدي رائع جدا وسهل كتير بالميليتبلاير والزومبي والباتل رايل واللي حلو فيه هيدي الجاك يا شباب في كتير عالم ما هم تعرف شو هي الجاك هقلكم عليها وحبلش ارجع اشرح خليني بس لقلكم شو هالسلاح الحلو الرائع جدا بيصير مية طلقة هيدا الهولجر خليني فوت لهون نفرجيكم وين شباب الهولجر هيدا هو الهولجر خليني الـ AR الاصطلت رايفل هيدا هو الهولجر شوفو مانا يعني شو هي الجاك شوف شو بتعمل الجاك تعمل بتحولوا لمية طلقة عندكم اثنين جاك اذا ما فتحت عندكم اول مرة الجاك ساكروا اللعب يرجعوا فتحوا لتفتح عنكم الثاني مش البيرس هيدا للجاك مية طلقة يا شباب يعمل لك يعني بيصير له مثل فوهتين بيطلق منه من النار المجازين بيصير مية وعندك الايم سريع وسبرينت سريع يعني عندك لحتى يكون للمد رينج والشو شوية 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 بس لازبط شي للمد رينج السلاح رهيب للمد رينج هيدا هي هي الجاك يا شباب طلعوا بالجاك كيف بيكون وهيدا مع الجاك طيب شو النفع الجاك النفع الجاك انه بيطلع لكم ثلاث بيركات شايفينهم ثلاث بيركات خليني نشير كل شي طلعوا ثلاث بيركات بوحدة يعني تخيلوا كيف تلاتة يعني عندكم البيرل محطوط والمازل والاندر بيرل كله موجود بس انتو شو بتعملوا حتى المجازين كمانا سلانتو واحد اثنان ثلاثة اربعة بيركات شو بتكون بعد احسن من هيك طب اذا بدكم لان هو شوية يمكن دمج وخاف بتحطوه شي لايقوى الدمج انتو كيف كيف بتحتارو مثلا فيكم تحطو الحراء او حيالله بوليت لا تقدروا اه تعلولو شوية البوليت خليوني نحط هايدي نحنا اوكي لحتى اه تثبتو اهم شي بدنا نثبتها السلاح بنحط هايدي الريكويل غن كيك هايدي افضل وحدة اول اه وحدة بنروح على الراري جريب وفيكم تحطو كمان اه هايدي الفلانش وريكويل وغن كيك كمان حتى تقدروا بتتحكم فيه اكتر واكتر فبيضل عنكم حبة وحدة انتو بتختارو شوفوا شو بدكم هون اه ما بعرف شو بتحبوا تحطو حطوا لبدكم ايه فاذا هيدا هو يا شباب اه الاسلاح خلينا نقول لكم بس كيف يعني فوهتان طلعوا شايفين فوهتان يا شباب هيدا الاسلاح طيب خلينا ننتقل التحديات وشرح لكم اليوم تحديات كتير سهلة وبتخلصون بساعة وحدة بس ازا عندكم ملتي بلاير او معنكم عندكم باتل رويل وحتى كمان بالزومبي بننتقل هاليفنت وبننزل على الملتي بلاير هون بيقلك اول تحدي السهل والحلو كتير انه تذبح خمسة عشر شخص هبت فاير بال اي ار اصلا طريفة يكون كلكم بتعرفوا شو هو هبت فاير بلايه نار اه سلاح ال اي ار هبت فاير يعني ما بتقيم بتقوز قبل ما تقيم ترمي قبل ما تقيم تقتل خمسة عشر واحد هيدا اول تحدي تاني تحدي تعمل عشر كليات اه عشر قتلات عشر دفحات هبت فاير بلاي ام جي كمان يكون يكون عليه اه شعار النار تذبح في عشرة هبت فاير والتحدي التالت كمان بدك تذبح اه بالاس ام جي تلاتين كمان هبت فاير يعني بلا ما تقيم عليه كلهم هول هبت فاير يعني عندكم اه اصلا طريفل وعنكم اه وعنكم اس ام جي هبت فاير اما هيدا التحدي خمسة عشر كيلب في الحديث على خمسة وخمسة خمسة بلايك تكون قريب عليك كتير اه خمسة عشر دفحة بالحتي يعني تكون قريب لحتى كان مظلات اول حتى يتطلب لك طريقة مظلات اه بلاح البamment على فاير وال Polish تكفي لل Ningui تحدي لك مboard قم بهذا التحدي تحدي الخامس ق Smithsonian او افضح عشر دبل يعني اثنين وارا بعض اثنين وارا بعض اثنين وارا بعض عشر مرات بيحسبو لك ايهن بالاس ام جي الاس ام جي يعز كمان التحدي بترحله وكتير سهل بيرجع هون بيقول لك عشرين اه دبحة بالتاكستانس لما تنيم لسلاح جنب يعني بتحط سلاح جنب بالال ام جي هايدي شوي بتاخد معكم الوقت الال ام جي تقيل فحنصحكم بالال ام جي واحد لحتى تقدروا تتحكموا فيه اه ليحابب يعمل هيدا التحدي اوكي شحكم التاكستانس و هيدا بس ننتقل شوي على الوابن بنروح على حيالا ريكماندد شفتوا هيدا الشعار النار اللي هون هيدا هو ريكماندد مثلا بس خليني اقول لك اه اه الال ام جي مسلا فيكم تحطو هيدا هون بنعمل هيك بننتقل لهيدا الال ام جي اللي تقدروا من خلاله يعني قد ما فيكن تنيموا الاسلاح وتقتلوا هيدا الام جي ريكماندد بنصحكم بالبرون بتحطوا البرون هيدا اذا عندكم هيدا النسخة حطوها واذا ما عندكم اياها اه عادي حطوا هون يشيلوا والماجازين خليه متل ما هو وحطوه هيدا الليزر او الليزر ليعطيك تاكستانس شفتها تاكستانس تاكستانس شو هي تاكستانس هلا بقلكم عليا هيدي وهيدي كمان فيكم تحطوها كمان تعطيكم تاكستانس شو هي تاكستانس شباب طلعوا كيف اوكي هون بتايم عادي بتعمل اسلاح جنب هيدي هي تاكستانس يعني بتنيم السلاح فايزا هيدا هو الاسلاح وهيدا هو الالمجي يعني بهايدا بتقدروا تحلوا المسألة بس شوية بدأت تاخد معكم وقت نانجا عن انتقل لا اه التحديات فايزا ما تطبحوا عشرين واحد بتنقل لكم بتكون تنيموا سلاح جنب بالالمجي يكون مفضل يكون مفضل اخر تحدي بيقول لكم اه تطبع عشرين شخص وانت عامل ايم بالشتغن يعني انت عقوم ايم بشتغن يكون مفضل تقيم اه تنيم يعني تعمل ايم وتطبح اه عشرين بالشتغن فيكن تفوتو بالهايدي الماكات الصغيرة وتقدروا تحلوها اما بالنسبة لا اه التحدي الزومبي تحدياتي كتير سهلة وكتير حلوية هوني بيقول لك اه اول تحدي تطل ميتان وخمسين زومبي فل اوتو فاير مود وركومندة باتريا يعني تحط ركومندة باتر رايفل ويكون راشئة يعني اوكي مش طلقة طلقة يكون راشئة تطلق ميتان وخمسين زومبي بيحسبو لك ايها اول وحدة التاني وحدة بيقول لك اطبع ميتان وخمسين تعمل له باكبانش حيالله باكبانش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة حيالله صليح راكمندة اس ام جي ولا اي ار يكون عليه نار راكمندة بتطبع فيه ميتان وخمسين هتشوت كريتكال كيلز يعني هتشوت يعني بالرأس لما تشعبوا كل البركات صراحة كيف ما رميت وقوصت الزومبي بيطلع الاي مهولة حاله بصير بكريتكال بالرأس التحدي الثانت بيقول لك هون تتبع خمسة سباشل زومبي حيالله سباشل زومبي روحوا انتوا ع منطقة الاستخراج بالمنطقة لفل اثنين يعني المنطقة الصفراء وبيجي يعني بطلب الطيارة وبيجي كتير سباشل زومبي بتتبعوهم بالرأس يعني اسلاح المفضل حيالله اسلاح اما التحدي الرابع بيقول لك اثباح ميتان وخمسين بسايلنس يعني تحط كاتم للصوت اوكي شباب تحطوا كاتم للصوت بالباتل رايفل نعقوا باتل رايفل باز بي يعني وحطوله سايلنس حطوله كاتم ومعظم حطولها سايلنس حطولها كاتم عشان ما يعمل الصوت مثلا وهون بتعمل ميتان وخمسين زبحة وبيخلاص هذا التحدي انا خلاصهم بالميليتبلاير بس انا عم اشترح لكم لكل شي واجهيكم للباتل رايفل ننتقل للتحدي الخامس بيقول لك اثباح مية وخمسين باكبانش لونج بو هي السنايبر بتحط السنايبر وبتعملها باكبانش وتثباح مية وخمسين زومبي اما التحدي ما قبلها الاخير التحدي السادس بيقول لك اثباح ميتان وخمسين بالهاي ميكر يعني بالشوتغن يكون تحط له مفتاح مفتاح بنفسجة او مفتاح اصفر واعلى يعني من بنفسجة للاعلى الازرق واخضر ما بيمشي حاله بده بفتاح بنفسجة وطلوع الهاي ميكر هو شوتغن وتثباح فيه ميتان وخمسين زومبي اما التحدي الاخير بيقول لك اثباح تلتمية تلتمية زومبي بالهولجر خمسة ستة وعمل له باكبانش لفل واحد او اثنين او ثلاثة يعني طوره وتطويره او واحد او اثنين او ثلاثة وتثباح فيه تلتمية هذا بالنسبة للزومبي يمكنكم تعملوا خمسة يشبه لا يمكنكم تعملوهم كلهم يمكنكم تعملوا خمسة وتنوعهم اذا عملتوا اثنين بالزومبي يمكنكم تعملوا ثلاثة او خمسة يحزبو لكم اما بالنسبة لما عنده اللعبة حان انتقلنا البتل رويل لما انني اشتري اللعبة نذهب على البتل رويل هول الثلاثة انا لعبت بتل رويل وريسيرجنس اشيكا بس اما هول الاربعة بقلب الفورشسكيب هي ثلاثة بعتقدة ريو خريطة الفورشسكيب ومعرفة الخريطة الحلوة كتير والواضحة كتير بتكون تلوتوا هون انتوا عم تلعبوا بتلوتوا هي فورشسكيب مقصة من اقول اربع اجزاء اربع قراط بقلبة للخريطة اربع اجزاء بتنزلوا على كل واحدة مثلا هيدا عنكم نورت عنكم واست ساوت يعني الشرق من فوق غرب شمال وجنوب اربع مقصة من الاربع بس نزلوا ولوتو هيدا التحدي بيخلص وهالتحدي بيخلص وحتى هيدا كمان هون كله اللوت مرة بتكون اللوت ومرة تلوت مرة بتعمل اسست او كلات اما هيدا التحدي متل ما كل مرة تطلع طب عشرة خمس مرات كمان سهل هيدا التحدي تعمل كل او تعمل اسست يعني يا تقتل يا تسبح يتعمل اسست بريكماندد وابن اربعين شخص تعمل اسست او تعمل كل اللي بيحد في حط هيدا تلعبو لكم مطشان ثلاثة اربعة خمسة اكيد بتخلصوهم كلياتهم اما اخر التحدي بيقال لك اعمل خمسة عشر كونتراكت روحوا على بلندر هود ثلاثة فيكم تعملوهم بالبلندر كثير سهلين اعمل عدة مطش بلندر وشي ثلاثة مطش اشيكا اه فيكم تعملوهم تطبحون طيب شو بتحصلوا مثل ما اعتلت لكم باول مقطع بتحصلوا على هيدا الجاك يا شباب هيدا الجاك رايعة جدا للمسافات المتوسطة مية طلقة سلاح دمج منيح عالي وحلو كتير ولايكم مية طلقة ولو فوهتان شمال ما تحملوا ابدا مشلول اشتركوا بالقناة ليش لحتى شوية نكبر نحن وياكم اه وحتى فيديواتي شوية تنتشل اكتر عملوا لايك وعملوا شير لرفقاتكم اللي عندو اه الام دابجو في او عندو الورز ديكم عرف عافية ان شاء الله منشوفكم معاطع تانية اشتركوا في قناة